كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها ما جلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار وطوبى لمن في هداه استشار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام عنوان حلقتنا لهذه الليلة كيف تكون الثقة بالله عز وجل ما أحوجنا إلى أن نغرس في نفوسنا ونفوس أبنائنا ونفوس المجتمع الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين به فإن الله سبحانه وتعالى هو المنجي لكل كربة يقع بها الإنسان وما أحوجنا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا موسى عليه السلام عندما وصل إلى اليم وإلى البحر وعندما أدركه فرعون وثق بالله عز وجل ثقة وقال كلا إن معي ربي سيهدين ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع عليه الأعداء قال حسبنا الله نعمى الوكيل فما أحوجنا إلى ذلك مشاهدين الكرام نرحب بكم مشاركتكم معنا عبر السؤال التفاعلي الذي يقول ما هي ثمرات الثقة بالله عز وجل هناك ثمرات عديدة اكتب هذه الثمرات لعله عسى أحد المشاهدين يستفيد من ثمر من الثمرات تذكرها فيطبقها في حياتي فتنال الأجر بإذن الله عز وجل أيضا نرحب مشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم امتباعا على الشاشة لدينا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام ضيفاني كريمان الضيف الأول هو الشيخ الداعية بدر السلمي بسمكم جميعا نرحب بيها جمال ترحيب حياك الله شيخ بدر الله أحييك شيخنا وحيي الله المشاهدين ومشاهدات جميعا يا مرحب بيك الضيف الآخر هو الشيخ الداعية نايف المعبدي بسمكم جميعا نرحب بيها جمال ترحيب حياك الله شيخ نايف الله أحييك شيخنا وحيي الله مشاهدين ومشاهدات جميعا يا مرحب بيكم شيخ بدر سؤال تبادر لأذهان المشاهدين يسمع الإنسان الثقة بالله الثقة بالله في البداية نعرف المشاهد ما هي الثقة بالله أسأل الله أن يوفقنا و يسددنا لهذه اللقاء الطيب المبارك الحقيقة الثقة بالله سبحانه وتعالى خلاصته هو التوكل على الله و قمته هو التفويض إلى أمر الله سبحانه وتعالى الثقة بالله سبحانه وتعالى أن يعتمد القلب كليا على الله أن ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن الثقة بالله سبحانه وتعالى أن لا تهز قلبك لا عواصف المصائب ولا عواصف المحل يكون لديك ثقة بالله سبحانه وتعالى في أحلك الظروف أنه لا منجلك إلا الله الثقة بالله سبحانه وتعالى أن تكون دائما مع الله وأفوض أمري إلى الله إن الله مصير بالإبان الثقة بالله ثقة مطلقة أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولذلك رسوخ شامخ في قلب المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصر في هذا الكون كله فلديك ثقة مثل ما ذكرت في المقدمة عن موسى عليه السلام لديك ثقة بأن الله سبحانه وتعالى هو معك معية قد تكون هي معية عامة مع الخلق كلهم ومعية خاصة التي تتضمن التأييد والنصر والتمكين من الله للأبد فيكون دائما الأبد واثق بالله تبارك وتعالى أن الله معه في كل الأحوال متى ما كان الأبد مع الله سبحانه وتعالى جميل الشيخ طرح جميل و رائع في هذا التعريف المبسط ننتقل لشيخ نايف شيخ نايف بعد ذكر الشيخ بدر الثقة بالله و كيف الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل سؤاله تبادر هذه الثقة كيف تكون شوف كما ذكر الشيخ بدر نايف زخير حقيقة التعريف الجميل الذي طرحه لا شك أن الثقة بالله هي من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى أعظم العبادات هي أن تحسن الظن الثقة هي أحسن الظن و لذلك أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عن ربه أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبده بي فليظن بي ما شاء الظن بالله عز وجل هي الثقة اليقينية التي تعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه كل يوم هو في شأن يفقر هذا و يغني هذا و يعز هذا و يذل هذا و يسعد هذا و يشقي هذا هو المعطي و هو المانع فهذه المعاني إذا تحققت رسوخا في قلوبنا علمنا علم اليقين بأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون الأول والأخير دعني أذكر لك قصة كذا من القرآن جميلة حقيقة تتكلم عن هذا المعنى الجميل وهو العبادة العظيم هذه هي الثقة بالله تبارك وتعالى مريم عليه السلام كلنا نعلم أن مريم ما تزوجت ومع ذلك الله عز وجل قدر في مشيئته أنها ترزق بإبن فأرسل لها جبريل لما أتها جبريل عليه السلام قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إيش قال جبريل مباشرة إنما أنا رسول ربك أتمنى هذا الكلمة نضع تحتها خطوط كثيرة إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ومجرد أن سمعت رسول الله عز وجل علمت علم اليقين أن الثقة التامة التي تمنحها السعادة في الدنيا والآخرة أتت من الله تبارك وتعالى مباشرة فاستسلمت وانقادت واستعصمت بأمر الله تبارك وتعالى بعدها ما سألت جبريل ما هو مع أن الأمر والموقف صعب التي ستواجه مريم عليه السلام سترزق بإبن بلا أب الجميع سيستغرب هذا الحدث الناس ستتكلم حتى أنها ذكرت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من سيا من شدة الأمر لكنها لما علمت أن الرسالة من الله تبارك وتعالى وأن جبريل مرسل من الله استسلمت وأحسنت الضل بالله تبارك وتعالى طب خلينا نشوف إيش أكرمها الله عز وجل عندما وثقت بالله تبارك وتعالى أن الأمر هذا مقدر لها خير في الدنيا وفي الآخرة يا أخت هارو ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيها يعني الأمر التي هي خائفة منه وقع ولا ما وقع؟ وقع وقع وقعت الريبة والشكوك في قلوب الناس لكن شوف الله عز وجل بما أكرمها أكرمها بأمر يعني من أعظم الأمور في هذه الدنيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيع الله تبارك وتعالى أنطق عيسى عليه السلام وفي المهدي صبيع حتى يثبت براءة مريم عندما وثقت بالله تبارك وتعالى هذه المعاني نحتاج أن نطبق واقع في حياتنا نحتاج أن نتعلم معنى الثقة بالله تبارك وتعالى الثقة بالله هي تعتبر هي نجاتك باختصار شديد يعني نضعها بين القوسين هي نجاتك في الدنيا والآخرة لأنك والله ما وثقت بالله خيرا إلا كان الله أعظم مما تظن فيه يا سلام يعني أفهم من الكلام القصة هذه الجميلة تثقة بالله أن تسلم الأمر لله عز وجل وتحسن الظن به كأنك تأخذ الأمر كذا من بين يديك فتضعه بين يدي الله ولا عد ترتفت لهم مطلقا الله أكبر وتعلم أنه لن يأتي ولن يدر عليك إلا بخير الله أكبر شخنايف هذه تحتاج إلى النساني يكون قبلها مليء لإيمان بالله في قلبه هذا الأمر الذي أنا أحتاج أن أتحاور معك فيه يعني الأمر عظيم صح؟ عشان كذا نرى حياتنا نحن فيها لخبط ليه؟ لأننا ما وصلنا التوازن الشوي مضروف أي و لأننا ما وصلنا لهذا لكن كيف طب كيف أنا أوصل لهذه المرحلة أتأسى بمن كان قبلنا من كان قبلنا أنا لما أحقق هذا المعاني ستأتي الفتوحات من الله تبارك وتعالي فنحن نحتاج فقط أن نتعلم كيف نحققها في قلوبنا وإلا في الواقع ترى كلنا نعلم هذا الكلم و أنا متأكد أن أطرف واحد من الشباب و العوام و المشايخ تسألوا هذا السؤال اللي راح يعطيك تفاصيل يعني بدقة عن هذا الموضوع لكن في الواقع مع الأسف الشديد نحن ما نطبقها حق اليقين الله أهلا هذه الإشكالية ترى الآن مثلا و الشيخ بدر معنا لو تلاحظ أكثر الناس الآن ما نقول أكثر لكن قل الله قليلا عندما يذهب إلى أي مكان إما البحث عن وظيفة إما بحث عن مصدر رزق إما الشفاء تجد أحيانا يغلي بجانب الأسباب الدنيوية و يضعف جانب الثقة بالله عز وجل في أن مصدر رزق الإنسان و مصدر شفاء الإنسان هو الله عز وجل أكيد فعندما يذهب إلى الطبيب تجد أنه يتوسل و يتضاعب و يتمسكن مع أنه لما يأتي إلى جانب الدعاء الله عز وجل و انطراح بين يدي تجد هنا أضعف و هنا لا في شيء من العزة مثلا و هذا جانب خاطئ صحيح يعني نعم فضل شباب أول شك أنه في مثل هذه الأمور نحن ندرك بأن الدنيا هذه مليئة بالهموم و مليئة بالمشاكل و مليئة بالمصائب و مثل ما ذكر الشيخ نايف في بداية اللقاء هو يفقر هذا و يغني هذا يسعد هذا و يشقي هذا الأمراض و الأسقام المصائب بكليتها التي تصيب الناس ترى هي بقضاء الله و قدره أنا في هذه المعازق و هذه الأمور أنا كيف أعرف أن الله سبحانه و تعالى ينجيني من هذه الضائقة ينجيني من هذا المرض ينجيني من هذا الكرب لأنا أفكر فيه و لذلك هذا التساؤلات عند كثير من الناس ليس لما تكاد تجلس مع أحد إلا عنده هذه الهموم طيب أنا كيف أنا أخرج من هذه الضائقة أن تكون دائما واثق بالله سبحانه و تعالى الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة جميل كرب عظيم وثقوا بالله سبحانه و تعالى أنه لا سبيل لهم في الخروج من هذا المأزق إلا بالاعتماد على الله كلهم وثقوا أنه لا يمكن أن يخرجوا أصلا طبيعة الحال صخرة مغلقة على غار في مكان ما يسمعهم أحد ولا يراهم أحد من الذي ينقذهم غير الله ثق بالله بأن الله سيفرج عنهم ما هم فيه يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله اللي نحتاجه اليوم واليوم كل الناس تساءلون حول هذا الأمر كيف نخرج من هذه المصاري اللي نحتاج دائما أن نذكر أنفسنا أننا نحتاج الثقة بالله الاعتماد على الله والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن تخرج من أحلك الظروف والمصائب إذا لم تكن لك ثقة بالله بأن الله تبارك وتعالى هو على كل شيء قدير ولا موانع شيخ بدر كمان ولا موانع من فعل الأسباب لا نجعلها لا شك شوف فعل الأسباب تعتبر من العقيدة وديننا يحثن عليها لكن شوفه بكرة صديق لما مرض رضي الله عنه هو أعظم رجل خلقه الله بعد الأنبياء كان مريض أتوه الصحابة هل أتاك الطبيب؟ قال نعم قال ماذا قال لك؟ قال وإذا مرضت فهو شفيك الله تبارك وتعالى ذكر أنك إذا مرضت الذي يشفيك هو الله تبارك وتعالى لكن ما يعني هذا أننا نقطع عن الأسباب لا هذا معناته أن أفعل الأسباب مع اعتمادي كليا ليس عن الأسباب على الله تبارك وتعالى لأن الأسباب بدون نفع الله لن تنفعك شيء ولن تقدم ولن تأخر لك وإذلك ما في معنى أنك إذا تعبت أو مرضت تذهب للمستشفى لكن قبل أن تروح توجه لله تبارك وتعالى أصلا التوكل على الله كليا يحتاج إلى الفعل بالأسباب جميل شيخ بدر بس أود نحن ندخل في مدخل الثقة وكما ذكر الشيخ نايف أن أكثر الناس يعرفها وكذا طيب في البداية يحتاج الإنسان أن يتعرف على الله هذا مهم جدا لا شك هذه من الوسائل المهمة أصلا في تفريج الكربات وأنك تخرج من كل ضائق ومن كل بلاء أن يكون لديك معرفة بالله سبحانه وتعالى المعرفة التامة معرفة بأسماء الله وصفاته معرفة بالله تبارك وتعالى أن تنظر في آياتها الشرعية وتنظر في آياتها الكونية يكون لديك يقيم بالله سبحانه وتعالى معرفة توردك بإذن الله الإيمان الكامل الذي يحتاجه اليوم كل مسلم جميلة هذه بإذن الله تعالى التعرف على الله والقرب من الله والإقبال على الله هي السبيل العظيم في ثقتك بالله ونجاتك من كل قرب أليس هي من أسباب تعزيز الثقة بالله معرفته لا شك أنا بس لأسؤال هل بالإمكان أني أثق في أي عامل من العامل في حول الدين هنا ما أعرفه؟ هل ممكن؟ مستحيل لازم تتعرف على الله حتى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بالله ذلك أنت ذكرت سبب دنيوي مثلا واحد إذا دل على طبيب أو دل على مثلا مكانيك لإصلاح السيارات قبل أن يذهب له يسأل عنه يتعرف عليه هذا النقطة هذه الأشكالاتنا في الدنيا في أمور الشرع يعني يقل معرفاتنا بالله سبحانه وتعالى وهذا يعني تعتبر أشك إذا قلت المعرفة قلت الثقة والله الذي لا إله إلاه هذا كلام يقينا وقسم ويمين ما أحنث فيه أننا لو عرفنا الله حق المعرفة ما أتمدنا على غيرها هذا الكلام هذا الكلام اللي نحن فعلا نحتاج أن نقف عنده عدم ثقتنا بالله هي قصور في معرفتنا في النار هذه النتيجة لكن لو عرفنا الله حق المعرفة زي ما قال الشيخ بدون بأسماء وصفاته لما تتأمى صفات الله عز وجل وإسماء الله عز وجل كلها تحكي واقعك اللي أنت تحتاجه في هذا الدنيا الله عز وجل يسمعك إذا دعوت الله عز وجل هو الذي يعطي الله عز وجل حكيم يعرف هو عطاء هذا لك سينفعك وإلا ما ينفعك يؤخر لك هل التأخير فيه منفع لك وإلا ما فيه منفعك يعني ذلك عمر الخطاب يقول والله لو انكشف الحجوب لما تمنينا غير الذي أراده الله تبارك وتعالى هذا سر القدر هذا هو سر القدر يعني نحتاج الآن قصة الأنبياء الله ماذا كافر القوان عبث صحيح لقد كان في قص عبرة لي ولي الألباب يعني تبري الإنسان منه لو جميع الأنبياء تجد مره ببضاء بمراحل بمراحل نحتاج مثلا نذكر شيء من القصص من الله يا أخي عندك إبراهيم عليه السلام يرمى في المنجنيق ويأتي جبريل عليه السلام ويقول يا إبراهيم ألك حاجة فيقول أما منك فلا أما من الله فحسبي الله وانا هذه ثقة قال الله للنار وكوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما فالذي لديه تفويض كامل اعتماد على الله مثل الأنبياء اعتيهم النجاح يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف في ساعات العسرة الله سبحانه وتعالى يبين له كيف أنه معه لأنه عنده ثقة بالله تبارك وتعالى إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعمل مكين ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثلا وتلك الأيام نداولها بيننا ترى هي فقط الذي نحتاج في حياتنا أن يكون لدينا إيمان تام بأننا محتاجون إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الحاجة التي تقربك من الله أن تكون في ساعتها واثق بالله أنه هو الذي يكون معك وناصرك ولذلك الأنبياء كلهم نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يأتيهم شيء لم يتوقعونه يعني التفريج من الله ما يجيش بال أحد يعني على قول أحد السلف لو لم يكن لك مخرج إلا من ثقب إبرة لأخرجك الله هذه قدرة الله يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه والله لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله المتقيم من بينها مخرج هذه المعاني فعلا زي ما قلت لك حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم الشيخ بدر في غزو من الغزوات جعل الجيش يتواجهون مع الكفار قريش وهو وضع بعض الصحابة لحماية النبي صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى أرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس ما تحتاج حبس ما تحتاج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقال يقوم فضوا من حولي فقد أتاني جبريل وأخبرني بأن الله سيعصمني من هؤلاء الله أكبر تخيل معي كمان يعني قصص للأنبياء حقيقة يعني في يونس في بطن الحوت هل هناك في سبيل للنجاة حتى لما دعا تقول ملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف ظلمة البحر و ظلمة بطن الحوت و ظلمة الليل ثقة بالله لكن هو يعلم أن الله تبارك وتعالى يرى فنوعدى في الظلمات لا إله إلا عنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله عز وجل مباشر قال فاستجبنا لها الفاهنة الفاهنة الفهرية فاستجبنا لها أيوب عليه السلام طيب الشيخ بس عشان نكمل هذه القصة بعض الناس يظن بس فقط هذا للنبي يونس استكمال الآية قال و كذلك ننجي المؤمن و كذلك ننجي المؤمن ليس فقط أنت ذكرتها في البداية أن القصص هذه عبرة لو اتصفنا بما اتصفوا بها الأنبياء من كمال اليقين و التوكل على الله والله لا أكرمنا الله و داشنا بالعطايا لكن هو القصور عندنا القصور ليس في عطايا الله الله عز وجل و كثير فيه من القصص كثير تدل على أنه ماشطة بنت فرعون ليست نبيه فالنهاية أكرمها الله برائحة طيبة في السماء الله أكبر برائحة زكية طيبة لما أتجأ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به إلى السماء شم هذه الرعيفة سعى جبريفة قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون هذه كرم هل هذه نبيه ليست نبيه لكن هذه أنا أتكلم حقيقة أقول لك هذه المعاني نحن نعلمها علم اليقين لكن فين واقعنا ليه ما نطبقها في واقعنا حتى قصة أيوب عليه السلام هو نبي من الأنبياء و يسلوى لكل مريد رفع يديه إلى السماء ربي إني مسني الضر و أنت أرحم الراحل قال الله فاستجبنا له ترى اللي ينقصنا ما هو كثير من ما يعرفها ما عرف أن يعرفها اللي نحتاجه أننا نثق بالله أننا نعتمد على الله أن يكون هذا الأمر مشاهد في حالك في أفعالك أنت عندك يقيم بالله عندك ثقة بالله بأن الله سبحانه وتعالى ما قال الشيخ يوم هو ما قال شوو الثقة في المصلة مع أنه في بعض الأثار ورد أنه يعني أعظام جسمه تتساقق ما شدة ما وصل لمرحلة يعني في المرض إيش قال هل يعني فعله مستحيل من بكاء و دعاء ما سن يضر رب يعني ما سن يضر لكنه يعرف أن الله عز وجل قادر أن يبدل من حال إلى حال في لمحة بصر جميل نحن نحتاج أن نأخذ فاصل و نرجع إن شاء الله نعرف مواطن الثقة بالله نستهددكم في فاصل قصير و مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشاء يحكى أن تاجرا من الأمم السابقة أراد أن يخرج لتجارة فطلب من صاحب الله أن يقرضه ألف دينار فطلب منه صاحبه أن يأتيه بشاهد على ذلك أو كفيل فقال كفى بالله شهيدا و كفى بالله وكيلا فرضي صاحبه بالله شهيدا و كفيلا و دفع إليه المال ليرده في موعد محدد فخرج الرجل إلى تجارته في البحر و ربح فيها وأراد أن يعود إلى صاحبه ليرد المال لكنه لم يجد مركبا في الموعد المحدد و خشي أن يخلف الموعد فأخذ خشبة فصنع فيها ثقبا و أدخل فيها الألف دينار و رسالة منه إلى صاحبه ثم أتى إلى شاطئ البحر فوقف و قال اللهم إنك تعلم أني كنت اقتردت من فلان ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلة فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك و أني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر و إني أستودعكها فرمى بها في البحر طيب سرف فخرج صاحبه إلى الشاطئ الآخر ينتظر عودته في الموعد فلم يجده فإذا بخشبة على الشاطئ فأخذها لبيته حطبا فلما نشرها وجد المال والرسالة ثم رجع التاجر إلى بلده فأتى بالألف دينار لصاحبه و قال والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الآن فسأله صاحبه هل كنت بعثت إلي بشيء فقال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت به فقال له صاحبه فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدة هنا نعلم أثر الثقة بالله والتوكل عليه في قضاء الحاجات ونتعلم أن من يفي بالعهد ويؤدي الأمانة وحقوق الناس يكون الله في عونه ويؤدي عنهما عجز عن أدائه فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن فيه أهلا وسهلا ورحم بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى عنوان حلقتنا لهذه الليلة كيف تكون الثقة بالله تعالى وإيضا لدينا سؤالا تفاعلين راحب مشاركتكم معنا فيه وما السؤال التفاعل ما هي ثمرات الثقة بالله عز وجل أكتب ما تراه مناسبا وسنقرأ تعليقك كذلك نرحب مشاركتكم معنا إن كان لك سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع عبر أرقام التواصل التي يضع لكم اتباعا على الشاشة لدينا ضيفاني كريمان في هذه الحلقة ضيف الأول الشيخ بدر السلمي والشيخ نائف المعبدي باسمك الجميع ورحب بهم وجد ترحيب بكم حياكم الله يبقيك شيخ يا مرحب شيخ بدر نحن توقفنا عن الثقة بالله في الأزمات و في الكروبات جوانب تعزز الثقة بالله هناك فيه جوانب عديدة ليعزل إنسان ثقته بالله عز وجل من أعظم ما يعزز جوانب الثقة بالله هو الإقبال على الله إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى أصبحت لديك ثقة بالله أقبل على الله سبحانه وتعالى في طاعاتك جميل نحن نحتاج حقيقة أن نزيد إيماننا زيادة الإيمان هي زيادة للثقة بالله سبحانه وتعالى تجد حقيقة ندوسنا كثير في حياتنا أننا نزيد من الإيمان من الأعمال الصالحة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصبح أمام الصحابة و يسألهم من أصبح منكم اليوم صائما فيقول أبو بكر أنا يا رسول الله من عاد مريضا فيقول أبو بكر أنا يا رسول الله من تصدق على مسكين يقول أبو بكر أنا يا رسول الله من تبع جنازة يقول أبو بكر أنا يا رسول الله هذه المعاني نحتاجها في حياتنا طب جميل شيخ بطر نحن خلقنا نأخذه من جانب أسري متفضل الأبناء في البيوت لهم دور كبير و يحتاجون إلى من يبني فيهم هذه الثقة بالله وتعزيه دور الوالدين بالأمس صمنا يوم عشراء كيف أن الله انتصر في الحق على الباطل و كيف ثقة موسى في ربه نجا الله من البحر كيف أن الله فلق هذا البحر يعني الأب لماذا لا يجيس مع أبناء في هذا اليوم يستشعرهم يذكرهم بهذه هي رسالة لكل الآباء و الأمهات المسؤولية في تربية الأبناء من خلال الثقة بالله و زيادة الإيمان تراضي من المهمات المهمة لكل أب و كل أم واجب يا شيخ باتره مهمة عظيمة عليهم و أنهم مسؤولون أمام الله يا أخي التربية ترى لها دور كبير في أن يصل الشاب و الفتاة إلى أن يكون لديهم ثقة بالله تبارك وتعالى الأب يعني ترى الإبن و البنت ترى ما يفعله و والدها سواء الأب و الأم ثم يعني بالأمس كنت أتكلم مع أحد الإخوة فكان يذكر لي يعني من أكثر الأشياء التي كانت سببا في صلاحي و والدي والله ما هي نصيحة من أحد إنما الوالد و أفعاله و أعماله معي كانت سببا في هدايتي فالأب و الأم لهم دور كبير في تربية الأبناء على أن يكون هناك ثقة بالله اعتماد على الله لن ينجيك من كل كربة إلا الله فوض أمرك دائما على الله سبحانه وتعالى هذه اللي يحتاجها للأباء و الأمهات لأبنائهم جميل حتى يعلقون قلوبهم بالله سبحانه وتعالى التعلق بالله سبارك و تعالى دائما ارتباط كل بالله ترى من أعظم ما يعلق القلب بالله سبحانه وتعالى أن يقرأ القرآن وتدبر آياته ارتباط حينما تقرأ القرآن و تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى يأتيك ثقة بالله و أنت تقرأ هذا القرآن كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني ينتصر للمؤمنين في مواطن و أنتصر للنبي صلى الله عليه وسلم و للصحابة هذه كلها معاني تربط الإنسان إلى أن يكون لديه تعزيز بالثقة بالله سبحانه وتعالى جميل جميل فالارتباط بالقرآن زيادة الإيمان كل هذه من الأمور التي تعزز فينا جانب الثقة بالله هو الشيخ بدر ليهون الشيخ نايل يعني الأعمال الصالحة ما افترضه الله عليك يعني إن زدت هذا زدت أنت لنفسك مواسم الطاعات لا تفرط فيها مثلا زي يوم عرفاس يوم عشراء المحطات الإيمانية تمر علينا زي شهر رمضان يعني شهر رمضان من الخلل الذي تكون في الإنسان في مواسم الطاعات أيام العشر عدت علينا عشر ذا الحج من الخلل أن يكون عملك قبل الموسم نفسه قد يكون هذا حرمان هذا لا شك لأن البابة الخير مفتوحة لك لا شك مواطن الخير المؤمن يكون فيه إقبال أعظم ويكون لديه رصيد من الحسنات والأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهذه التي تنفع عند الله سبحانه وتعالى غدا إذا وقفت بين يدي الله ترى ما ينفع العبد إلا ما يقدمه لنفسه من الأعمال الصالحة والطاعات في مواسم الخير في مواسم تتضاعف فيها الأجور تضاعف فيها الحسنات المؤمن ما يفرط فيه مثل هذه المواسم بل أنها من الأمور التي تجعل الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى قد تكون سبباً في صلاحها فترة طويلة سبب بعض العبادات اليسيرة ولذلك هذه ما جعلها إلا الله إلا المؤمة محمد أعمال يسيرة في أيام معدودات يجعل الله فيها مضاعفاً يعني صحابيان واحد منهم يقتل شهيد في ماركة والآخر يموت موت الطبيعية بعده بسنة يرى في المنام أن الذي مات بعده بسنة أرفع منزل من الذي قتل شهيداً أتل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني نعرف أنه فضيلة الجهاد والذي يقتل في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يصم بعده رمضان ألم يصم بعده رمضان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ألم يصم بعده رمضان فإنما بينهم كما بين السماء والأرض الله بالصيام سنة واحدة هذا نزيل ما قلت هذه مواسم العاقل اللبيب لا يفرط فيها جميل هناك ذكرت هذا الموطن مواطن الثقة بالله أين يجد هذا الإنسان من أعظم مواطن الثقة بالله عز وجل أوقات رفع الهدي لله تبارك وتعالى الدعاء الدعاء أن تعلم علم اليقين وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل لا ترفع يدينك وإنت كأنك تقول أنا أشوف الله بيعطينه ولا أعطينه لا لا ليس هذا هو ليس هذا هو التعامل الذي يحبه الله تبارك وتعالى أن الله يقول بصف الله سلم يستحي من أحدكم إذا رفع كفيها أن يردهما صفره عمر له كلام جميل فيها رضي الله عنه يعني يقول إنني لا أحمل هم إجابة الدعاء إنما أحمل هم الدعاء الله أكبر وذلك إذا وفقت للدعاء فعلم أن الله عز وجل سيستجيب لك وذلك الإمام الشافي يقول إذا ألهمك الله لا استغفار فعلم أن الله يريد أن يغفر لك لأن الطاعة هي توفيق محظ من الله تبارك وتعالى إذا حسيت نفسك أنت مقبل على الطاعة والنفس ما هي مقبلة راجع النفس في خلل عندك لأن الله إذا فتح لك باب فعلم أن الله عز وجل يريد أن يعطيك الله ما يفتح لك باب الدعاء ويمنع عنك الإجابة لا والله إذا رفعت يديك وألحيت على الله عز وجل ليكرمك الله عز وجل ويدهي شك بالعطايا والله بالله من الحرمان شيخ بدر مثلا أكثر أنا بيظه الناس تجد أنه طول الليل أحيانا سهران يما على الجوال يما جالس كذا أحيان يعني يشوف من الحرمان يصادف ساعة الثلاث أترك أن تقول له نايم وأنه يصحى هذا الجالس على قوله إيمان كالجبال نعم لا هو الآن مستيق جالس طول الوقت لين يأذن الفجر طيب الآن ساعة إجابة ثلثة الأخيرة من الليل تنزل الإلهي سبحانه كيف يحلم نفسه هو صاحي ما هو نايم تقول يعني هذا محث توفيق من الله ترى الطاعم مثل ما ذكر الشيخ نايف توفيق من الله سبحانه وتعالى فالمؤمن دائما يعني يكون عنده علاقة بالله تبارك وتعالى وكل ساعة فيها مواطن إجابة فيها أعمال يتقبلها الله الإنسان ما يتأخر عنها الله ينزل نزول ليليق بجلاله وعظيم سلطان إلى سمائه الدنيا ويعرض لك هذا العرض هل من داعن فأقبل دعوته هل من داعن هل من تائف فأقبل توبته هل من مستغفر فأغفر له الله يعرض لك والله يشوف شيخ بدر لو أحد الرجال الأعمال والناس الذين يوزعون جوالات ولا فلوس لو يحطه في وقت على قوله يحرص وهذا والله نشوف من الحرمان نشوف في مثل ما ذكرتك من مواطن الإجابة ومواطن الخير الإنسان ما يتأخر على من الحرمان أنك تتأخر مواطن الخير يعني الإنسان إذا كان الفتور يأتيك في عامك أو في أوقات عامة في مواطن التوفيق ما يتسخر على الإنسان السلف يقولون كنا ما نحزن على شي يفوتنا في هذا الدنيا إلا فوت الطاعت الله ما في شي نحزن على الدنيا ما في شي تحزن على أنه أمور الدنيا يعني متكررة تأتيك ولكنك قد تفوتك طاعة الله أعلم من تدركها أو ما تدرك يفوتك رمضان السنة هذه ما أحسنت فيها ألا أنت ضامن أنك تدرك السنة السنة جاية تصوم رمضان فيه وإذا خسرت شيء ما خسرت شيء يعني في الدنيا هنا لا تظل أنك خسرت شيء لأنك خسرت ما خلقت لأجل يعني الخسارة عظيمة عند الله يوم القيام يعني ذكرني بمقول الفوات يعني في أحد السلف أنه كان يحرص على صيام عشرة أنه يقول ما له عباب قال رمضان عدة من أيام من أخر الله أكبر لكن عشرة يقول يفوت فلاحظوا شوف الحرص وثقة بالله ما فيه من الأجر حتى الآن مثلا يصوم عشرة تسأل أي واحد ليش صمت هذا اليوم زي كتير وك حديث النبي سألهم احتسبوا على الله قال نكفل السنة وهذا ثقة بالله بأن الله سيكفل له يا سلام يا سلام ثقة بمعود الله تبارك وتعالى وحتى لكم من المواطن حتى الله سبارك تبارك وتعالى يقول ودعوني يستجب لكم أنت ترفع يديك وانت تعلم عن ملك أن الله سيستجب لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعت العاجز من عجز عن الدعاء الله أكبر هذا هو المحروم من حرم قل القليل الدعاء حتى من المواطن اللي ممكن الشيخ نايف ذكرها يعني مواطننا الخوف يعني أن الله سبحانه وتعالى في أصحاب موسى يقول إننا لمدركون خلاص يعني البحر من اليأس يأس تام البحر من أمامنا وفرعون وجروده من خلفنا كيف ننجو من هذا المكان وذلك جاء النصر من الله له لأنه عنده موسى عليه السلام ثقة بالله كلا إن معي ربي سهدي هذه المواطن التي يعني استجيب الله لك فيها الدعاء استجيب الله لك فيها الدعاء هذا الثقة بالله تبارك الشيء العجيب يا شيخ بدر يعني الله يهلك الظالم بشيء لم يكن يتوقع ولا في حسبانه صحيح وينجي يعني العبد الصالح اللي كان معه بأمر لم يكن يتوقع ولا يتخيل وبنفس الشيء الماء الذي هو سبب في نجاة كل شيء كان سبب في نجاة موسى والماء الذي هو سبب في نجاة كل شيء كان سبب في هلاك فرعب شيء عجيب نعم هذا هذه هي المعاني اللي نقول طبعا نهينا في الموقف هذا احنا عرفنا الله عز وجل صح عرفنا الله عز وجل قادر بما يهلك فرعون وينجي موسى عشان كذا نقول لك نحن نحتاج أن نتعرف على الله فقط اعتخيل معي في مثال جميل مرة في القرآن قصة من أعجب القصص أم موسى نحن نعلم كلنا علم اليقين بأن فرعون كان على دراية بأنه في تلك السنة سيلد مولود ويكون سبب في قتل وإزالة ملكه صحيح فأمر جميع من حوله بأن يقتلوا جميع الأبناء في تلك السنة يستحيي نساءهم يقتل يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم طيب خلينا نأخذها كذا قياس عقلي الله عز وجل قادر بأن يجعل موسى يلد في السنة التي بعدها عشان يسلم مفرام صح اكلا الله أراد أن يربي فرعون وموسى وأم موسى وأنا وأنت ومن في الأرض جميعا بأن الأمر كله لله من قبل ومن بعد فأراد أن وقدر بقدر سبحانه وتعالى أن يلد موسى في تلك السنة التي توعد فيها فرعون بقتله وفقط لا ويأمر أم موسى أن فإذا خفتي عليه فألقيه إيش معنى ألقيه محطيه كده بحنان هذه الصيغة فيها فيها شدة وفيها يعني يرميه فألقيه في اليم طيب كأن لسان حال أم موسى يقول يا ربي فين بيروح إيش مصيره ها فليلقه اليم بالساحل وكأن السؤال يتردد على أم موسى مرارا وتكرارا طيب كأنها كأنها تخاطب الله يا ربي إيش مصير هذا الطفل الرضيع الذي هو أصلا في المهد ما يملك لنفسه نفعا ولا ظر لا حول ولا قوة فإن بيروح إيش مصيره شوف الله عز وجل إيش يقول لها فلقيه في اليم فليلقه اليم بالساحل إيش مصيره يأخذه عدو لي وعدو الله شوف قدرة الله تبارك وتعالى يعني أنت يا فرعون اللي تبغى موسى أنا ما بتاعبك خليك إنت تبعث عنه أنا أجيب لحدك وريني إيش تقدر تسوي ويتربى في قصره لا ويتربى في قصرك لسه جايك يأخذه عدو لي وعدو الله طيب إيش مصيره الله عز وجل يقول لأم موسى إنا رادوه ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المسلم منزله طيب رده الله عز وجل ألا ما رده رده قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ويتربى في قصر فرعون ويكون سبب في قتل فرعون وعزالة مولك كما ذكر الشيخ بذلك من قصة عجيبة تخيل في أحنك الظروف فرعون والجوش من خلفه والبحر من أمامه لا فقط لا يلت مع ناسي سندونه لا ما يسندون اللي معاي يقولون اللي مع موسى إنا لمدركون الأمر قضي لكن شوف كلام الواثق بالله في أحنك الظروف مباشرة كلا إنما يا ربي سيهدين هل هداه الله عز وجل لم هداه فانفلق البحر لموسى وكان سبب في نجاة موسى وسبب في هلاك فرعون جميل احنا لدينا طلحنا سؤالا تفاعليا وقلنا ما هي ثمارات الثقة بالله عز وجل يعني هذا بوسارة من حق المشاهدين نذكر ما كتب من المتفاعل معنا يقول إن للثقة بالله حلاوة إيمانية لا توجد مثلها من بينها لذة الطاعة وحب التقرب إلى الضابة كل نوع العبادات ونور في القلب وانتشال جميع الهموم والكروب الدنيوية والتفاؤل باليوم الآخر لحسن ظن العب ربه طبعا أمير كتب كلام جميل قال الثقة بالله تجعل عبد راضيا بالله ذكر كلام حاتم الأصم من أصبحه مستقيم في أربعة أشياء فهو يتقلب في رضا الله أولها قال الثقة بالله ثم التوكل ثم الإخلاص ثم المعرفة والأشياء كلها تتم بالمعرفة وتجعله يائسا مما في أيدي الناس يعني قل يا أبي حازم يا أبا حازم ما مالك قال ثقتي بالله تعالى شيء يستنع عن ماله قال ثقتي بالله تعالى وإياسي مما في أيدي الناس هذا المحكة الحقيقي هذا المحكة إنه ما يتعلق بالناس يعني حتى الإنسان يدعو الله مقطع رجائب من سواك وعلق رجائي فيك الله أكبر إذا صح منك الود يقول فالكل هين وكل الذي فوق التراب يتراب شوف هنا شي يقول ألا ليت الذي بيني وبينك عامر ونبيلي وبين العالمين وهم شيء الذي بيني وبينك إذا كان الله معك ملكت كل شيء وإذا لم يكن معك فقدت كل شيء محبة الحرمين ذكرت كلام جميل قالت من ثمارة الثقة بالله زيادة اليقين بالله والمبادرة لفعل الخيرات والطاعات دون أن يؤثر كلام الناس فيه هذا الناس بعض الناس تريد ركالطاع إنه والله هذا انتقده هذا قال فيه و تجد أحيان ما يفعل الطاع قدام الناس و ينتقدون لكن ليثق بالله ما يبالي ما يبالي يعطون الكفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون دونك ابن أخيك سفى أحلامنا و سبى آلهتنا فإن أراد زوجا زوجناه وإن أراد ملكا ملكناه وإن أراد غينى أغنيناه إيش يبقى بس فكنا بس إيش لما آتها أبو طالب قال لأنا سأنظر في أمره لما آتنا بس الله سلم لماذا قال لأ بس الله سلم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في الشمالي يعني أن يردني ذلك عما جئت من أجله و لو طر فتاين لما ردت لما رجعت عن ذلك ترى الطاعة و العبادة و الثقة بالله كما ذكر قبل قليل أبو سارة قال لها لذة إن الإيمان حلاوة يجدها الإنسان في قلبه يعني الإنسان ما جرى أحد السلف الذي كان ينشر بالمنشار على أنه يبدل ما تقول لك أنه لا وهذا معذور ترى يعني لو أنه كفر بالله بإنسانه و إيمانه مطمئن لعذره الله سعي لكن فوق هذا تيد أنه يصبر صابرا محتسبا لأنه وجد حلاوة الإيمان ذلك مقولة بلال رضي الله عنه المشهورة كيف صبرت على رمضاء مكة قال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فعلا يعني ترى من الأشياء المرضى ترى والمصابين أستطيع أن يرفع الوباء عنه هذا الوباء الذي يحل بالناس الله يعني كل ما علق الإنسان قلبه الله و ثق بالله سبحانه وتعالى حتى أن أحد الأطب يتكلم موضوع ضعف الإنسان الذي خاف تجد أن الملعج يقول تنزل لديه الإنسان لا لديه شيء من الثقة فكل الإنسان ما علق ثقته بالله سبحانه وتعالى سبحان الله حتى تجد أن مناعته تزيد مناعته تعلق بالله سبحانه وتعالى كل المخاوف تزول تجعله فيه خير تجعله فيه خير الدنيا والآخر يا أنا قلت لك هذا مربط الفرس سبب سعادتك و سبب نجاة و سبب توفيقك و سبب عطايا الله عز وجل عليك ترى إذا وثقت بأن الله يعطيك سيعطيك كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنظن عبده فيه فليظن فيه أشياء جميل طيب شيخ بدرو هناك يعني فيه عوامل تقوي ثقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى هو من الأعظم العوامل التحلي بالصبر و هذا نصف الإيمان لا شك الله تبارك وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب التحلي بالصبر وعدم الاستعجال مثل ما ذكره الشيخ نايف بعضهم يدعو يقول دعيت دعيت ما يجل استجاب الله لي يا أخي إذا كان أيوب عليه السلام قيل أنه 18 سنة في بلاء ما استعجل ولذلك الصبر هو رأس الإيمان رأس الإيمان الصبر ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر آيات عديدة في كتابه عن الصبر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون سمية معلقة بشعر ياسر يسحب عمار يعدم ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم صبر أنا آل ياسر إنه معدكم الجنة هو فقط أن يكون عندك صبر بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن الفرس قريب يصبر المؤمن وهذه من أعظم العوامل التي بإذن الله تبارك وتعالى يكون فيها ثقة بالله سبحانه وتعالى يصبر ويتحلى بالصبر جميل من أعظم الكملات يتحلى بالصبر وكذلك من الأشياء ذلك بس نتوقف المسأة الصبر لأن خلق الإنسان من عجل وهذا طبيعة الإنسان دائما أنه عجول دائما يستعجل الشيء ويريد الثمرة يعني يريد أن يغرس اليوم وبكرة تطرع الثمرة الله في مواطن كثيرة ذكر يعني حتى خلق السموات قادر الله يخلقها بكلمة واحدة كل فيكم لا يعجزه الشيء ولكن تربية للناس خلق الله في ستة أيام أيضا كذلك قصص كثيرة في جانب عدم الاستعجال قبول الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قبول الناس يعني يعذبوا هو رسول الله يعني شوف جانب الصبر يحتاج الإنسان المريض إذا ما صبر تريد أنها يجزع يحتاج أن يصبر يعني حتى تذب إلى الطبيعة يصبر لك دواء ويعطيك مثلا يقول لك مدة عشر أيام لو مثلا جاء واحد واستعجل وقال أخلص في يوم واحد استعجل رب ضر نفسه فالصبر هذا كما قال بمسعود قال الإيمان نصفه صبر نصفه شكر إيمان شوف العبادات أغلب العبادات عندنا في شرعنا حددوا لها الله تبارك وتعالى بمسعى سلم ثواب إلا الصبر الله تبارك وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جميل لحنا لدينا اتصال معنا موفق الضويحي أهلا بك سيد موفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله يا شيخ تفضل أحسن الله عملكم وثابتكم الله على مثل هذه البرامج دارك في كنساء المستمع خارس عن شيء نور العقيدة إزا الله الحادة الصغيرة خير الجزاء أحسن الله عملكم هل في فرق من الثقة وإحسان الظن أو هما واحدة مبارك الله شكرا شكرا شيخ موفق مبارك الله فيك طبعا سؤال جيد يعني يستفسر عن موضوع الثقة وإحسان الظن هل معناهما واحد أو يمثل أنه smashed فرق بينهما والله يا شيخ الثقة بالله سبحانه وتعالى هي خلاصة منذ ما ذكرت في البداية اعتماد عالله سبحانه وتعالى كمين توفيض أمر إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أما إحسان الظن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في أمورك كلها بأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعني يفرج عنك الكربات ويقضي الحاجات لأن الله يقول وَأَيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِضْرٍ فَلَا كَيْشْفَ عَلَهُ إِلَّهُ وَأَيَّمْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِ الفضل لله والشكر لله وإحسان الظن بالله فيما سيكون تحسن الظن ولذلك الكلام صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتنا حدكم إلا وهو يحسن الظن بالله احسن الظن بالله مع العمل لا يكفي إحسان الظن تحسن الظن بالله لابد أن تعمل لابد أن تبرهن على إحسان الظن بالله تبارك وتعالى الثقة بالله أعتقد هي اليقين صحيح يقين ما عند الله كما فعل موسى مع إحسان الظن به سبحانه وتعالى بأن الله سيجازيك أكثر من التي توقع أن تكون العاقبة خير هذا هو إحسان الظن أنا أثق في الله عز وجل بأنه ما قدر هذا الأمر إلا خير وأن الله عز وجل سيكافئني على هذا الأمر مستقبلا بخير أحسن الظن في الله عز وجل في الأمور المستقبلية ونحن ما حوجنا في جانب الآن غروف الناس تعمل تغيرات على مستدول العالم كلها الآن بعد أزمة كورونا الذي مثلا انتقص شيء من راتبه الذي بعضه مثلا وغلقت مثلا بعض مؤسساته هنا يعني يحتاج الإنسان الآن يقوي يقينه بالله وثقته بالله وإنما عند الله خير وأبقى شوف الجائحة هذه خلينا نضعها تحت أمرين ذكرها الله عز وجل في صورة يقول الله تبارك وتعالى لإيلة في قريش إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا اللي تشوف الذي يحتاج منك الله عز وجل ليش أن تتفرغ العبادة طيب إيش تكون الثورة الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني هذا جعلت الناس يا خايف من الفقر يا خايف من المرض الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي يطعمك الله والذي يأمنك الله تبارك وتعالى جميل هذا هو محور حديث أنا أصلا يعني حتى هذا الأمر الذي قضاه الله يطعمك من جوع وآمنك من الخوف وهذا غاية مطلب الناس وهذا غاية مطلب الناس أنه يعني يجد قوته وطعامه و أيضا كذلك يأمن من جانب الخوف أخونا عبدين ذكر كلام جميل قال هناك نماذج خالدة الثقة بالله تجدها في محمد عليه الصلاة ينطق بها في كل حال و جميع حاله يشهد بذلك قال الغار إذا وقف الكفار على بابه وغيط لأسه طمئن صاحبه فيقول لا تحزن الله معنا و يشهد بها الكافر إذا وقف بالسيف على رأسه يسأله من يمنعك مني فيرد عليه واثقا واطمئنا الله أكبر لا تخيل يعني هذا بالله قصة الغار و تخيل أبو بكر يقول له و الله يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا فيطمئن النبي صلى الله عليه وسلم محبل الله تبارك وتعالى هي كلها تنضم تحت معرفة الله تبارك وتعالى يا أخي حاجر عليه السلام شميل يعني أنت في مكان في وادي غير ذي زرع ما في مقومات الحياة ما هي موجودة لكن عندها ثقة بالله تبارك وتعالى يا إبراهيم لمن تتركنا الله أمرك بهذا قالت نعم قالت إذن لا يضيعك الله هذه ثقة ثقة بالله لا يضيعك الله أنت خاف على مخاوف دنيوية يا أخي هذه أمورها كلها عند الله الله تكفل لك بالرزق قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجله هذه أمور لا بد أن تترسخ يعني عقيدة رسخة بقلوبنا تصبح شامخة في حياتنا أننا لدينا ثقة بأن هذه الأمور كلها بقدر الله نحتاج فقط أن نبذل الأسباب وأما الأمور ما ردها إلى الله وهو الذي سبحانه وتعالى يتصرف في الكون كله وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كون فيكون الذي ينقصنا هو عمليا أننا نحتاج إلى أن نثق بالله ثقة عظيمة يملأها الإنشراح يملأها اليقين بالله يملأها سعة صدر المؤمن بأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء لا تخاف والله الذي لا إله إلا هو إذا أراد شيئا فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء حسنتم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل لأن أكثر الناس تجد بعضهم محبط هو بنفسه عنده إحباط كبير وينشر هذا الإحباط يحبط من حوله فتجد أنه دائما لذلك هذا الناس ينفرون منه دائما متشائم الله أستخدم نعم ماذا تجده كلمني أحد المشايخ والله أمس من الرياض يقول لأني أحد من الزملاح أصل له ظرف وترك الوظيفة إذا أرحنا عندنا كلنا كمجتمعنا ما عندك وظيفة ما عندك وظيفة أنت خلاص أنت خلاص مجلسي في هذه الدنيا يقول حتى كنا الناس نحن يقول هم الزملاية يقول لما ترك الوظيفة طيب طبعا بضارف ترك الوظيفة يقول كنا يعني نحن نشعر بالحزن عليه إيش المستقبل مع الظروف كيف بعيش يقول هذا الكلام ما الله ماهو مدة طويلة يمكن قبل سنة ونصف يقول هو موظف تقريبا سبعة عشر سنة من زملانا ما يعملك لا بيت ولا سيارة جديدة ترك الوظيفة لكن يقول كنت أرى في عينيه يعني حسن الظن بالله والثقة بالله ما كنا نحن نحن نحاول أن نثبتوا طبعا بواقعنا ما هو إنه نحن متقصدين نحن أصلا مثبتين خلقها وذلك كل كلماتنا فيها تثبيت له لكن هو كان ينظر بالنظرة يعني الفاعل والحسن الظن بالله تبارك وتعالى أمس يكلمني يقول والله أمس تفاجأت يكلمني أحد الزملاء يقول فلا من أفخم الفلل وسيارة جديدة فتحه الله أزوجل في هذا الدني يقول فكعني قاعدت راجع نفسي يعني فين تفكير أنا فين راحة الأول يا أخ الذي يعطي الله والذي يمنع الله ما هي المسألة قوة ولا ذكاء ولا جهد ولا يشطارة منك لا تفكر أنت يا غني اللي أعطاك الله أزوجل للملايين ولا المليارات ولا ما تملك من الدنيا أن هذا بذكاء ولا بشطار منك لا والله الله عز وجل أعطاك ومنع هذا والله عز وجل قادر أن يعطي هذا ويسلب منك وأعطاك هي قدرة الله بما لا أشك فيه بس نحن برضو ما نصور للناس أن يقولك أترك رزقك ولا وظيفتك أفعل أسباب مهم أفعل أسباب مهم وأن الإنسان إذا مثلا ملك شيء أنا أقول لا تترك الشيء هذا حتى تجد أفضل منه أو مثلا أنت مخطط على شيء سيصلك الثقة بالله مطلوبة التوازن ولا ترمي اعتمادك كله على مصدر رزقك اللي أنت فيه الله عز وجل قد يفتح لك أفاق غيرها وأنت على نفس الوظيفة على نفس المكان اللي أنت فيه هي الأرزاق الله عز وجل يوزيها كيف ما يشعر والله تجد أحيانا ترى يأتيك الشيء وأنت ربما ما تبدو الجهد في ناس يعني يكدح ويتعب وتجد أنه سنوات من التعليم ومن الدراسة هي أرزاق الله مقصمة يفتح لله وتجد واحد ولا على قوله بذل الجهد من مصادر الرزق الآن الحاصل وسائل التواصل عن الاجتماعي ترى مصدر الرزق الناس كثير صحيح لا كان أحد يتوقع مثل هذه الأمور لكن هي توفيق من الله سبحانه وتعالى يعني ما تدري أنت إشه السبب الذي يجعلها الله سبحانه وتعالى لك هو مصدر رزق لك فعلا من فقط ثقة بالله مع فعل الأسباب وبإذن الله تعالى إذا أراد الله لك خير سيسوق لك بإذن الله ويأتيك شاء من شاء أبا من عارسك كما هو التفاؤل ... والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفرق قال كلمة الطيبة نحتاج إحن نرى أن نغرس في قلوب الناس الثقة بالله التفاؤل بما عنده الله عز وجل إحسان الظن به يا أخي بالله إعطينا ، أنا أعطيك حديث صحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم و نغتم بهذا الحديث نعم ورد عن مسلم وبخاري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إحفظ الله يحفظك ترى فيه كلام جميل أنا أبغى أطلقه على مسامع مسامع أنا قبل لا أطلق على مسامع مشاهدينه مشاهداته جميعا نحتاج إلى تأمل هذا كلام بقلوبه احفظ الله يحفظك شو البداية منك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله لا تسأل الناس وإذا استعنت فاستعمل الله طيب الكلام اللي أنا بواك تتأمله واعلم ترى والله أنا قبل أن أتكلم في الكلام هذا أتمنى أني أنا أخذ الكلام ذا بحقه واعلم أن الأمة بأكملها منذ الخلقات السموة الأرض لأن تقوم السعادة للأمة كلها لو اجتمعوا مخططين مرتبين رسمين كل شيء كاتبين كل شيء على ورق هذا اجتمعوا كلهم لنفعك أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك باك ما يقدمون لك أليه أخر وفي المقابل هنا من بابا الإطمئنان صح طيب بابا الخوف ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك بماذا ختموا حديث؟ رفعة الأقلام و جفة الصحة أمر قد قضي أنا سعيد جدا بك حقك رائع و ما ودنا تنتهي لأن الحديثة الإيمانية على قلت أنس بها النفوس و يرتقي الإنسان في مراق درجات الإيمان و نسأل الله نتقبل منه أشكر الشيخ بدر السلمي على تلب الدعوة البقناة ذاك الله خير هذا شرف لنا الله يبارك فيك شيخ نايا شكرا لك الله يكرمك شيخنا شرفنا حقيقة الله يرفحك بارك فيكم الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم و مشاهدتكم و أيضا كذلك تفاعلكم معنا يتجدد اللقاء بكم بذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إلى ذلك و الحين و في كل حين استدعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كل يضيف رؤى للنجاح و يثري بها ما جلسا لابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشار و طوبى لمن في هداه استشار